بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثالثة منظور الثالث من المنظورات الأربعة منظور العمليات الداخلية Internal Business Process perspective في هذا المنظور يجب الإجابة على التساؤل التالي ما الذي يجب القيام به على مستوى الأنظمة يتضمن هذا المنظور كافة أنشطة الشركة التي تشكل سلسلة القيمة الخاصة بها اعتبارا من البحث والتطوير حتى خدمات ما بعد البيع وهذا المنظور مرتبط بالمنظور المالي للأداء من حيث تركيزه على تحسين كفاءة عمليات التصنيع الداخلي ومرتبط بمنظور العميل أيضا من حيث اهتمام بخلق القيمة في المنتج أو الخدمة لتلبية رغبات العميل ويتضمن هذا المنظور عناصر نجاح مثل تحسين الجودة خلال عمليات التصنيع والإنتاج زيادة إنتاجية الأنشطة المختلفة وزيادة الكفاءة والحداثة في أسلوب العمليات وأداء الأنشطة المنظور الرابع منظور التعلم والنمو Learning and Gross Perspective في هذا المنظور يجب إجابة على التساؤل التالي على ماذا يجب أن يتمرن العاملين التدريب في هذا المنظور ترتبط عوامل النجاح مع باقي المنظورات حيث يوفر بيئة تحقق باقي الأهداف وتتركز عوامل النجاح في هذا المنظور فيما يلي الأول كفاءة وفعالية استخدام العاملين سواء موظفين أو عمال وتوجههم والإشراف عليهم ويستخدم في هذا المحور مقييس أداء ثلاثة هي رضا العاملين أو الموظفين الاحتفاظ بالموظفين أو العاملين انتاجية الموظفين الثاني هو زيادة قدرة نظام المعلومات من حيث كمية ونوع وتوقية الحصول على المعلومات الثالث يتعلق بالتجديد والابتكار في المنتجات مثل زيادة عدد المنتجات الجديدة والحصول على براءات اختراع وهكذا والشكل التالي يجمع المنظورات الأربعة وعوامل نجاح كل منظور